وفي صحيفة العرب أيضاً السعودية لن نقف مكتوفي الأيدي في حال امتلكت إيران أسلحة نووية حذر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود من أن دولة الخليج وأن دول الخليج ستتحرك لتعزيز أمنها إذا امتلكت إيران أسلحة نووية وتوقفت في سبتمبر محادثات أمريكية إيرانية غير مباشرة لعادة أحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى العالمية وإيران الذي انسحبت منه واشنطن عام 2018 وعبر مدير عام وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة عن قلقه إزاء إعلان طهران في الأون الأخيرة عن تعزيز قدرتها على تخصيب اليورانيوم أوضح وزير الخارجية السعودي على هامش متمر سياسات العالم في أبوظبي ردا على سؤال بشأن هذا السيناريو إذا حصلت إيران على سلاح نووي جاهز للعمل سيكون من الصعب التكهن بما سيحدث وعضاف نحن في وضع خطير للغاية في المنطقة ويمكن أن تتوقع أن دول المنطقة ستدرس بالتأكيد كيفية الضمان على أمنها ورغم أن الرياض ما زالت متشككة تجاه الاتفاق النووي الإيراني قال الأمير فيصل بن فرحان إنها تدعم جهود إحيائه شريطة أن يكون نقطة انطلاق وليس نقطة النهاية لاتفاق أقوى مع طهران وتضغط دول الخليج العربية السنية من أجل اتفاق أقوى يعالج مخاوفها إزاي صواريخ إيران الشيعية وبرنامجها للطائرات المسيرة وشبكة وكلائها في المنطقة قال الأمير فيصل بن فرحان إن المؤشرات في الوقت الراهن ليست إيجابية للغاية للأسف ترجمة نانسي قنقر